اشتركوا في القناة لعلامة موسى بن عيسى بن عبد الله بن صوفان القدومي النابونسي كان موقف على كتاب الصلاة قال رحمه الله كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة ما حكم الأذان والإقامة الجواب حكم الأذان والإقامة أنه ما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفاء الأذان والإقامة كما نبه رحمه الله أنه ما فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين وهو قيده بالحضر على الرجال دون النساء وهذا سيأتي الإشارة إلى هذا القيد لكن في رواهن أحمد رحمه الله أنه في السفر كذلك يجبان عن الإمام أحمد رحمه الله ذكره في الإنصاف واختاره واختاره ابن المندر وصاحب الفائق ووحضاه الحديث مالك من حويرث الذناء وأقيمة كما في الصحيحين وكذلك أيضا على الصحيح حتى لو صلى في بيته لو صلى في بيته يعني معنى أنه فاتته الصلاة أو صلى هو أهله مثلا في بيته في هذه الحال عليها الأذان ولقاه مشروعا وهذا صحة عن جابر من عبد الله وعن أنس وعن سنة من أكوع أخرج هذه الآثام ابن أبي شيبة أو وكر بن مندر في الأوسط في السنن والآثار بأسانيد صحيحة عنهم رضي الله عنهم ويكرهاني للنساء لأنه لم يثبت شيء من هذا في حق النساء ولأن هذا الأذان الأصل فيه رفع الصوت ووظيفة الرجال ولأن فيه تشبها الرجال على وجه لم يشرع في حق النساء ولذا أمرت المرأة بالتصفيق التصفيق حين يحصل سهو من الإمام مع الرجال والمقصود من هذا أن لها خصوصي إن نساء خصوصية غير الرجال ولو بلا رفع صوت كما نبه المصنف على هذا رحمه الله حديث وارد في أبي داود لا يثبت لا يثبت كما تقدم لكنه الحديث وثبت فهو في مؤذن لها والحديث لا يثبت كما تقدم ولا يصحان إلا مرتبين متواليين يعني يؤذن على ما ورد في الأخبار لأنه هكذا شرع فيجب الأذان على الوجه الذي شرع ولا يغير فيه لأنه حين يغير لا يعرف هل هو أذان أو ليس بأذان ويحصل في ذلك التلبيش متواليين عرفا كذلك أيضا لا يفصل بين كلمات الأذان لأنه لو فصل بين كلمات الأذان أولا خالف ما ثبت في وصفه وما وضي عليه الأذان والإقامة وأيضا لا يعلم هل هو أذان أو أنه ذكر مطلق فيشتبه فلا يحصل المقصود وأن يكون من واحد بنية وهذا قول الأئمة الأربعة لأنها عبادة بدنية فلا تصح من شخصين ولما فيه أيضا من اللبس فلا يعلم هل هو أذان أم لا كما تقدم في اشتراط الترتيب والموالات أي لو أذن واحد بعض الأذان أو لقامة وأتم الآخر لم يصح كما تقدم في كلامه رحمه الله السؤال خامس والأربعين ما يشترط في المؤذن والجواب اشترط في المؤذن ستة شروط كونه مسلما فلا يصح من كافر ذكرا فلا يصح من أنثى عاقلا فلا يصح من الجنود مميزا كذلك لأنه لا نية له ولا قصد له وكذلك كما تقدم في كونه عاقلا ناطقا لأن من شرطه أن يرفع الصوت به عدلا ولو ظاهرا فلهذا قالوا إنه يعتد بالأذان ممن كانت عدالته ظاهرة واختريف في أذان الفاسق وبعض فصل بين أن يكون يعتمد عليها أو لا يعتمد عليه فإن كان العمدة ليست عليه في هذه الحالة لا بأس بذلك والأذان صحيح كما ذكروا في مسألة أذان الصبي المميز إذا كان ليس الأذان الذي يعتمد في الفطر وفي طلوع وفي دخول أوقات في هذه الحالة يصح يصح إذا كانت العمدة على إذا أذن غيره ممن توفرت فيه الشروط المتقدم قال رحمه الله هل يصح الأذان وليقامها قبل الوقت أم لا الجواب لا يصحني قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد بعد نصف لما ثبت في الصحيحين إن بلا يؤذن بلا فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فلا بأس من الأذان للفجر لكن بشرط أن يكون هناك مؤذن مع لطلوع الفجر لطلوع الفجر ولأن الأذان قبل الفجر فيه مصالح لأن الناس يكونون في حال نوم في الغالب وربما يكون لهم حاجات أخرى في الإسعان الصلاة وربما اغتسان ونحو ذلك فيتهيأ لها قبل ذلك فيكون عونا على هذه الصلاة وعونا على الخير في إدراك هذا الوقت في إدراك هذا الوقت فيكون مع طلوع الفجر حاضر حاضرا مستعدا للصلاة ولا يعدم دعوة وربما صلاة المقصود أنه أن فيه مصالح عظيمة أن فيه مصالح عظيمة قال رحمه الله ما ركن الأذان الجواب ركنه رفع الصوت به ما لم يؤد لحاضر لا شك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الهمزيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ونداوة الصوت تشمل حسنه وتشمل ارتفاع رفع الصوت وإما يبين كما جاء في بعض الأخبار وفي بعض ما نقل من صفة أذان بلال وهو الأذان في مكان مرتفع فيدكون رفع الصوت مقصودا فإذا كان يقصد المكان المرتفع دل على أن قصد رفع الصوت ورفع الصوت من باب أولى ما لم يؤذن لحاضر يعني لو كان الذي يؤذن يكون يسام مثلا في صحراء أو في بريه أو في مكان مثلا ليس عنده إلا أشخاص هم حاضرون هم حاضرون فإذا أسمعهم كفاء وإن كان السنة رفعوا الصوت والنبي عليه قال ارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت وشيء إلا شهد له يوم القيام حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيام وكذلك معناه في حديث البراء بن عاز ورضي الله عنهم ويسن كون المؤذن صيتا ينزياد على في الصوت لكن على وجه لا يحصل به مضرة ومشقة أمينا أمينا الأمان تتعلق بمسألة الوقت وتتعلق كما لو كان المؤذن يؤذن في مكان مرتفع كما كان الأذان قبل أن يمن الله على أهل الإسلام بين هذه المكبرات كان يؤذن المؤذن على مكان مرتفع فقد يطلعوا على عورات نحو ذلك فالأمان مضروبة في هذا عالما بالوقت بلا شك عالا بالوقت لأنه يخبر على الوقت يخبر الوقت إلا إذا كان لهم من يعلمهم من هو عالم أو كما يعمل المؤذن اليوم بالتقاويم التي دونت في هذه الأوراق فيؤذن عليها متطحرا يعني يعني هذا سنة كله هذا سنن كلهم باب السنن حتى يذكر الله على طهر وهذا ثبت في الإخبار عنه عليه الصلاة والسلام طائما فيهما طائما فيهما هذا حصل خلاف في مسألة الأذان وكثير منها العلم على أنه سنة وليس بواجب وجاء ما يدل على القيام قم فأذن ولما في رؤيا عبد الله بزيد مكث قليلا ثم قام فأقام وكان كما في الحديث قام على جرم حائط فأذن ولا شك أن القائم على جرم حائط يكون قائما في الغالب فهذا كله يدل على مشروعية القيام منهم من قال بوجوبهم قال رحمه الله ما يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم يسن للمؤذن ولمن سمعه أو سمع المقيم أن يقول مثل له أم إلا في الحي علف فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإلا في التثوي وهو قول المؤذن في أدى الفجر الصلاة خير من النوم فيقول سامعه صدقت وبررت بعضهم زادوا بالحقين طاقت ويقول عند لفظ الإقامة قامها الله وآداما ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ يقو ويقول اللهم ربه ليدعو التام والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الوظيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو هنا وعند الإقامة أما ما يتعلق بالمؤذن فالأرهر والله أعلم أن المؤذن يؤذن أما كون يجيب نفسه هذا موضوع نظر وأن الإجابة تكون للسامع إذا سمعتم النداء إذا سمعتم مؤذن الإقامة جمهور علماء يقولون من قال إنه خاص بالأذان وإلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله من العلم من قال يجمع بينهما وهذا قوله في المذهب يجمع بينهما يقول حي على الصلاة وحي على الفلح ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله لكن أظهر والله أعلم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن حديث عمر مفسر الأخبار في هذا الباب في حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وإلا في التثويب وهو قول مؤذن فأما قول في التثويب الصلاة خير النوم وصدقت وبرقت هذا لم يثبت والأظهر أنه يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم وأما قام هوادام فهذا حديث عند أبي داود الحديث الضعيف فإنما يكون الدعاء يكون بين الأذان والإقامة يكون بين الأذان والإقامة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في هذا الحديث جابر في هذا الحديث حديث عبد الله بن عامر وحديث سعد بن أبي وقاص رضيته بالله ربه السلام دين محمد صلى الله عليه وسلم وبيا الرسول بعد قوله وأنا أشهد الله أن أشهد الله واشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يدعوه هنا وعند الإقامة وعند الإقامة هذا موضع الخلاف نعلم من قال الدعاء خاص عند الأذان لأنه بعد الإقامة مباشرة يستعدوا لدخولي في الصلاة وجاء أخبار في هذا في هذا ضعف وأن أبو السماء تفتح عند الصلاة وهذا روي علينا أحمد رحمه الله هل يحرم الخروج من نسجد بعد الأذان أم لا الجواب يحرم الخروج من نسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع فإذا كان له عذر فلا بأس بذلك وهذا ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم عنه رضي الله عنه أنه خرج رجل بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وجاء عند بماية عثمان أنه قال وفيه فلم يرجع إلا هو إلا كان منافقا أو كما قال فإذا كان خرج ثم يدر رجوع أو يذهب إلى مسجد آخر فلا بأس فهو ذكر أو نية رجوع والسنة لا يخرج إلا لحاجة يعني والسنة لا يخرج ولو أراد الرجوع إلا لحاجة وعذر ففي هذه الحالة هو على خير ما دام خرجه لحاجة قال رحمه الله باب حكم الصلاة على من تجيب الصلاة تجيب الصلاة على كل مسلم مكلف مسلم يخرج الكافر والمعنى أنه لا يخاطب ليس المعنى أنه غير مخاطم بها لكن لا تصح منه لا تصح منه هذا هو الصواب على قول جماهي العنى المخاطب لكن لا تجيب عليه معنى أنه من شرطها الإسلام قبل ذلك حتى يؤدى شرط صحة الصلاة مكلف فغير البالغ لا تجيب عليه لكن يؤمر بها كما قال عليه الصلاة سمروا ولادهم الصلاة السابع وضربوا عليها لعشر وفرق بينهم في المضاجع غير حائض ونفسا فإذا حضت أو نفست فإنها لا تصلي كما ولا تصوم كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة بل عدة أخبار في هذا الباب ولا تسقط عن الإنسان ما دام عقله باقيا وهذا على قول جماهي العلام ومنها عن من قال إنه إذا لم يتمكن سقط عنه منه من قال إنها تسقط عنه ثم يؤديها بعد ذلك يعني في هذه الحال في هذه الحال المقصود هذا يبين عظم أمر الصلاة عظم أمر الصلاة وأنه على قول الجمهور يكفي أن يؤديها لأنه معه عقله فيكون مخاطبا فيؤديها بنيته فينوي الركوع وينوي السجود فيؤدي جميع أفعال الصلاة على هذا القول وتصح من مميز والثواب لا لأن النبي عليه قال مروا أولادكم بالصلاة إلى سبع والثواب له لكن من أمره ونافه على خير وأما ما ورد أن الثواب لوالديه ورد في حديث لعله لا يصح فيما أظن أشار إليها صاحب الإنصاف وأنه قال أخبرني بعض طلبة العلم أنه في المسند شيء من هذا يراجع كلامه رحمه الله في هذا لكن النبي عليه الصلاة قالت له تلك المرة حجاب حجب عباس قتلي هذا حج قال نعم ولك أجر لك أجر والثواب له إذا كان هذا بالحج فالصلاة باب أولى ويلزم وليه أن يأمره بها لسبع ويضربه ويضربه لسبع ويضربه عليها إذا بلغ عشر سنين كما تقدم في الحديث الصحيح ومن تركها منكر يجوبها فقد كفر هذا محل إجماع من أهل العلم في إنكار يجوبها ومن أهل العلم من قال إن من تركها كسلا وتهاونا فإنه يكفر بذلك وذلك خصف الصلاة وقد ورد أخبارهم في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام باب مواقية الصلاة ما أوقات الصلاة الجواب وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال والمعنى أنه في كل بلد في الغالب إلا البلاد التي تكونوا على خط استواء وتكون الشمس عمودية هي الذي ينعدن فيها الظل وقت الزوال أما الغالب فإنه تكون جهة الشمال أو جهة الجنوب فيبقى الظل يسير فحيث انتهى قصر الظل إلى انتهى قصر من المشرق وبدأ يزيد من جهة المغرب ينظر الظل الباقي الذي زالت عليه الشمس فقد يكون أربع أصابع وقد يكون أقل وقد يكون شبر حسب بعد الشمس من جهة الشمال والجنوب فهذا لا يحسبه وابتداء الزيادة بعد ذلك يكون هو ابتداء وقت الظهور إلى أن يصير ظل كل شيء كل شخص جدار عمود إنسان أي شيء ثم يليه الوقت مختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال كما تقدم حتى يصير ظل كل شيء مثليه جاء أيضا في صحيح مسلم إلى أن تصفر الشمس يختلف هلهم وقت واحد أو يختلفان أو يختلفان وأن مرارها يكون بعد ذلك وأن هذا يكون وقت استحباب وبعد انتهاء من مثلين يكون وقت جواز وحين تحمر الشمس أو يعني وحين تميل ويكون حمرارها وتميل إلى الغروب فإنه يحرم تأخيره إلى هذا الوقت ثم هو وقت ضرورة يحرم تأخير الصلاة إليه إلى غروب الشمس كما قال عليه الصلاة تلك صلاة المنافق كما في صحيح مسلم عند أبي داود تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة يرقب الشمس حتى إذا كانت مين قرن شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق إلى أن يغيب الشفق الشفق الأحمر هذا على قول جماهير العلماء وقد ورد حيث ابن عمر ابن حزيم والبيهقين واختلف له مرهوع موقوف إن كان صحيح أنه إنه موقوف لكن لو إذا كان موقوفا فالمسألة كما يقول الصنعان مسألة اللغوية وابن عمر قال ذلك فيكون عمدف في هذا الباب وبل يكون هو أولى ما يفسر به الأخبار في هذا الباب ويكون انتهى وقت المغرب مغيم بالشفق الأحمر وبعد ذلك يدخل وقت العشاء وقت العشاء المختار من مغيم بالشفق الأحمر إلى ثلث الليل هذا على القول على المذهب وعلى القول الثاني في المذهب وكذلك لأهل العلم أنه إلى نصف الليل وهذا هو الصحيح لحديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم وحديث أبي هريرة عند الترمذي وإن كان اختري في هذا الخبر وقال الترمذي أنه وهم وكذلك بعض الروايات أنه أخرها إلى نصف الليل فهو إلى نصف الليل هذا هو الصحيح إلى نصف الليل كله وقت وصالة العشاء ثم وقت ضرورة يطلوع الفجر على المذهب وقيل إنه يمتدن طلوع الفجر لكن أظهر والله أعلم أنه وقت ضرورة أو ينتهي هذا خلاف هل هنا وقت ضرورة كان الوقت الضرورة الذي فيه للعصر فيه خلاف الحديث صريح وقت العشاء إلى نصف الليل في الواية عند الموسي نصف الليل الأوسط وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كما ثم دوية إخفار عن النبي عليه الصلاة والسلام باب صلاة الطوع هل تسن صلاة الطوع وما أفضلها صلاة الطوع مسنونة وهذا محل إجماع من أهل العلم وأفضلها ما سن جماعة وأكدها الكسوف لأنه قالوا لأن ما سن جماعة فضيلته من جهة مشابهته للفرائض فهذه الصلوات التي شرعا جاء الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح قالوا أفضل من سائر السنة من الرواتب ومن قيام الليل لكن هذا فيه نظر فيه نظر وفيه كلام بعض العلم في المدهب خلاف هذا القول فالويترو يعني أول يلي هذه الصلوات لأن الكسوف لأن الكسوف الآكد ثم الاستسقاء النبي عليه الصلاة والسلام صلىها عليه الصلاة والسلام والتراويح صلىها ليالي متعددة ثم صحابه رضي الله عنه مقاموها كامح عدي عمر رضي الله عنه ثم جرى المسلم مع ذلك إلى يومين هذا وللحم فالويتر يعني في الترتيب وأقله ركعة وأكثر 11 ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين بسلامين ومنها علما قال أفضل الصلاة صلاة الليل كما في الحديث صحيح موسى عبد هريرة أفضل الصلاة صلاة الليل حتى قال بعض مننا أفضل من الرواتب والجمهور على أن الرواتب أفضل وبرجر فصل في هذا رحمه الله في كتابه للطائف المعال وقته ما بين وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر كما ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام وهذا محل اتفاق أيضا كما هو ثابت سنة القولية وسنة الفعلية ما بين صلاة العشاء وطلوع فجر الويتر ركعة من آخر الليل صحيح مسلم من حديث ابن عمر وكذلك كان علم حديث ابن عباس وكان عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ويترى ويترى كله وقت لصال الويتر وكذلك ما قبله من الصلوات يقنط فيها بعد الركوع ولو قانت قبله جاز لأنه صح القنوت بعد الركوع عن أبي هريرة وعن أنس وهذا في الصحيح وعن ابن عباس وهذا في سنة بداود بسناد صحيح وجاء أنه قانت عليه الصلاة والسلام قبل الركوع فهم صفتان ثابتة عنه عليه الصلاة والوالد فيها أن يقول اللهم أديني فيما نديت وعافينا فيما عفيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت بقنا شرما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل وليت والمن وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليك اللهم إنا نعوذ بلا رأك مسخطك وبعافيكم عقوبتك وبك منك لا نحسي ثنان عليك أنت كما يثنيت عن نفسك وصل الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وهذا ثبت في حديث الحسن والذي بعده جاء في حديث عالي جاء في حديث عائشة رضي الله عنهم لكن صلى الله ذكر الصلاة هذه ورد في حديث فيه انقطاع واخترف فيه هل يكون أيضا في أوله في وسط في أوله ووسطه وآخره وبالجمل هذا المشروع هو الدعاء وإذا كان ابن مأثور كان أفضل إذا كان ابن مأثور كان أفضل كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وكما علم الحسن رضي الله عنه الصواب أن القنود مشروع النبي علمه الحسن رضي الله عنه فإن قنات تارة وترك القنود كان تارة كله لا بأس به ولله الحمد ويؤمن المأموم ويكون رافع عن يديه من أول الدعاء إذا دعا الإمام فإنه يؤمن من خلفه مثلا في التراويع وكذلك أيضا في القنود صار في قنود ويرفع يديه من أول الدعاء ما ينتظر جميع الدعاء حتى لو ابتدأ بالثنى الثنى من أعظم الدعاء يرفع يديه وفي آخره يمسح بهما وجهه وهذا هو المشهور المذهب وعنه لا يشرع المسح وهو قول الجمهور وأنه لا يشرع المسح في القنود وحديث مسح الوجه ضعيفة وثم هي لو ثبتت فإنها جاءت خارج القنود جاءت خارج القنود كم السنن الرواتب المؤكدة الجواب السنن الرواتب المؤكدة عشر ركعات ومنهم من يقول حتى في المذهب من يقول 11 ركعات وهذا هو مرادهم لأن الوتر من أعظم الرواتب التي تكون مع الصلوات فهي عشر كما قد ركعتاني قبل الظهر وركعتاني بعدها وركعتاني بعد المغرب وركعتاني بعد العيشة وركعتاني قبل صلاة الصبح هذا جاء في حديثي بن عمر وجاء في حديثي عائشة في حديثي عمر الصاحي حديثي عائشة في صحيح مسلم وجاء أيضا في حديثي عائشة في صحيح المسلم وجاء في حديث أمي حديث صحيح المسلم أنها أربع قبل الظهري وهذا اختيار تقييدين وهذا هو الصواب أنها أربع قبل الظهري واثنتان بعدها ومنهم من قال إنها ستة عشرة وقبل العصف أربع ركعات وهذا قوله أبي الخطاء وجهه لذا باختاره أبي الخطاء بالكلوذاني رحمه الله لكن لم يثبت هذا وإن كان جاء فيها حديث حديث بن عمر رحمه الله وصلى قبل العصف أربعا وجاء من حديث علي رحمه الله عنه عند بلو التنوذي أنه كان يصلي قبل العصر عليه الصلاة والسلام لا يختلف هل هي ركعتان أو أربع ركعات والحديث اختلف في ثبوته إنما الثابت هو ثمت عشرة ركعة كما في الأخبار حديثهم حبيبة وحديث بهريرة وأيضا لا كحبيب غريرة ووقع فيه اختلاف في بعض ألفاظه ويسن قضاء هاي الروات وقضاء الوتر إن فاتت والنبي قضى صلاة الفجر وقال من نمع صلاة ونسيها فليصلي هي ذكرها وكذلك أيضا رأى الذي صلي بعد صلاة فجر قال فقال فقال إني لما كصليت ركعتين فجره ماتا فسكت عليه الصلاة والسلام وقضاء الوتر أيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي من الليل مرض نحوه صلى من أثنتي عشرة ركعة وقال جاء في حديث أيضا كذلك من نمع الوتر ونسي فليصليه إذا ذكره ويدخل في عملة دلة من نمع صلاة ونسي فليصليها إذا ذكرها والصحيح أنه يشمل يعني هذه الرواتب كما ذكر رحمه الله كذلك الوتر كم هي صلاة التراويح وما وقتها صلاة التراويح عشرون ركعة تصلى ركعتين ركعتين في رمضان وقت وما بين صلاة العشاء والوتر والأفضل تقدم سنة العشاء عليها وهذا تقدم أيضا في وقت صلاة التراويح وأنها أيضا كوقت الوتر وهي عشرون ركعة والصحيح أنه لا حد لها النبي صلى 11 وصلى 13 صلوات صلى 9 ركعات عليه الصلاة والسلام وصلى 7 ركعات سرد السبع وصرد التسع لكن في التسع جلس قبل التاسعة ثم قام عليه الصلاة والسجلس يذكر الله ثم قام قبل السلام صلى ركعتين ركعتين في حديث من عباس في صحيحين وحديث زيد من خالد في صحيح المسلم وجاء حديث كثيرة نعايش رضي الله عنها في هذا الباب فصلاة الليل موسى صلاة الليل مثنى مثنى والصحابة رضي الله عنهم جعلها عشرين ركعة والأفضل تقديم سنة العشاء عليها وهذا هو الأفضل تقديم سنة العشاء وإن كان وقته الوقت كله يعني في وقت العشاء مقتل لسنة العشاء لكن السنة تقديمها لأنها تابعة لها فلا يفصلوا بينها لكن لو أنه شغل عنها أو أخرها فإنه يصليها بعد ذلك صليها بعد ذلك ولو أنه دخل مثلا بنية في الترويح مبادلين إليها مثلا في أول ركعتين مثلا خشيان تفوته مثلا وقم الصلاة الترويح لو كان مثلا ترويح ودخل الإمام في صلاة الترويح فلا بأس أن ينوي الركعتين أن ينوي الركعتين الأنيين أن يجعلهما عن راتبة العشاء قال رحم الله بابه شروط الصلاة شروط الصلاة كم وما هي شروط الصلاة التسعة وهي الإسلام والعقل والتمييز هي شروط عامة في جميع العبادات إلا التمييز يا بي الحج واختلف في الحرام عن المجنون هذا وقع في خلاف المذهب لكن الصغير يصح الحج عنه والنبي عليه الصلاة كما تقدم قال قاتله الحج قال نعم ولكي أجر والطهارة مع القدرة عليها وكذلك أيضا باب الزكاة باب الزكاة هي يعني يزكى عن الصغير وعن المجنون فهذه ليست هذه من من الحكام الوضعية ليست من الحكام التكليفية فلا يشترط فيها هذا الشرط والطهارة مع القدرة عليها لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع وكذلك لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلوله ودخول الوقت بلا شك هذا محل إجماع أنه لا تصح الصلاة قبل دخولي وقتيا فيه خلاف قديم عن ابن عباس ويرو عن بعض السلف ذكره صاحب الأغني رحيمه الله في هذا ذاك الذي عليه عامة أهل علم أنها لا تصح لكن ابن عباس هذا حديث أو أثر من عباس هذا يعني حملوه على إما أن يكون خفي أو أنه مسأله من سأله وأنه يعني نسي لكن مع ذلك عندها العلم لا فرق بين هذا وهذا فمن صلى قبل الوقت فصلاة لا تصلى وكان عالما أو عامدا أما العامد بلا أشكال والوجاه والناس كذلك عليه أن يعيد الصلاة بعد ذلك وستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لأنها واجبة مع الذكر واجبة مع الذكر فهي مع الذكر شرط فيجب ستر العورة ولا يصف البشرة لأنه إذا كان يصف البشرة فهي في حكم وكشوف والجناب النجاس التي لم يعفى عنها لبدن يعني الذي يعفى عنها يعني القي والدم من الحيوانات المأكلة دون غير المأكل وكذلك دم الآدمي اليسير اليسير منه لبدن المصلي لكن لا ينبغي أن يبقى مثل هذا بل مشروع غسلها لكن لو وجد فإنه لا يؤثر وثوبه وبقعة طهارة الثوب والبقعة مع القدرة يعني على إزالتها إذا لم يقدر وزيلها وقدر المستطاع ويصلي حسب قدرته فاتقوا الله ما استطعتم واستقبال قبلها مع الإمكان فلو كان مربوط لغير القبلة أو كان مثلا يقاتل العدو مثلا وكذلك أيضا في صلاة النافلة لا تشترط في السفر لا يشترط في السفر أن يتجه إلى القبلة إنما الخلاف في إحرام هذا يشترط أو لا يشترط سنة أنه عند الابتداء والإحرام يتجه إلى القبلة من حديث أنس عند بداود وبعد ذلك لا يبالي وإن كان من قيم وجمع رأوان هذا الخبر في حكم الشاد لأن لا يعرف في الأخبار الصحية عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وفي حديث بن عمر وفي حديث أنس وفي حديث عامل بن ربيع وكلها في الصحيحين ليس في هذا القيم باب أركان الصلاة أركان الصلاة كم وما هي أركان الصلاة 14 ركرا وهي القيام الفرضي عن القادر منتصبا من لا يكون منحنيا أقرب إلى الركوع فلابد وقوموا لله قانتين إذا قمت إلى الصلاة فكب فهو ركن فيها ويكون قبل ذلك فيكون قيامه قبل تكبيرة الحرام ولهذا ذكر القيام قبل ذلك وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة مرتبة وفيها إحدى عشرة تشديدة إحدى عشرة تشديدة يعني هذه بدون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل تشديدات لكن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم كذلك ثلاثة تشديدات فيها لكن هذه البسمة ليست من الفاتح إنما الفاتحة فيها إحدى عشرة تشديدة والتشديدة بمثابة حرفين فمن ترك تشديدة من التشديدات وكرعهم خففا قراءة واضحة ووضح فيها تخفيفه فإنه في حكم من نقصها وحكما لم يقرأ الفاتحة فمن ترك تشديدة فقد ترك حرفا والحرف وتشديده قيمة مقام الحرف فكأنه لم يقرأ الفاتحة أو إنما قرأ بعضها فإن ترك واحدة منها من التشديدات أو ترك حرفا ولم يأتي بما ترك لو رجع إليه لا بأس وهذا بشرط أن يكون تركه سهوا أو غفلة لم تصح الصلاة فإن لم يعرف أن لا يكررها بقدر الفاتحة هكذا قالوا قالوا إنه يكررها وهل التكرار بقدر الحروف أو التكرار بقدر الآيات موضع خلاف والركوع والرفع منه بقصده والاعتداء قائم والسجود والرفع منه والجلوس بين السلتين والطمأنينة أي السكون في كل ركن فعلي وقيل بقدر الذكر الواجب فيه مثل الركوع بقدر الذكر الواجب سبحان ربي العظيم السجود سبحان ربي الأعلى لأنه واجب على المذهب خلافا للجمهور بل هناك قول أنه ركن فيه وإن كان الجمهور قالوا إنه سنة والتشهد الأخير يعني هو اللهم صلي يعني بعد التشهد الأخير يقول اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بالتشهد الأول قالوا إنه يكفي مثل هذا ولا شك أن هذا وإن كان قالوا يكفي هو خلاف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره بالصلاة دون اقتصار على هذا الذكر لكن هم هكذا ذكروا هذا رحم الله عليهم وهذه الأركان جاءت في تعليمه عليه الصلاة والسلام ذاك الذي أسعى بصلاة في حديث هريرة عند السبعة وفي حديث رفع عبد الرافع عند أبي داود وفي صلاته عليه الصلاة وسكان يصلي على هذه الصفة يقصلوا كما رأيتمون يصلي والجلوس للتشهد والتسنيمتين وثبتت الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وكان يسلم عن يمينه وعن شماله في عدة أخواني ساعد وقاص وحديث من مسعود عنه عليه الصلاة والسلام وحديث جاوب من ساموره كلها تدل على وليقال إنما يكفي حديث وكان يسلم عن يمينه وعن شمال حديث جاوب والتسليمتان الفرد والتسليمتان الفرد بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله مرتين أما في النفل والجنازة فيكفي تسليمه واحدة وإن كان العصر أن النفل كان الفرد لكن ورد حديث عائشة ما يدل على ذلك وترتيب الأركان كما ذكرت لأنه إذا لم يرتبها فإنه ليس مصليا لقدم مثلا السجوع الركوع فهذا يبطلها لأنها هكذا شرعت وهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام فوجب أداؤها كما فعل عليه الصلاة والسلام وكما علم أصحابه بذلك بابه واجبات الصلاة واجبات الصلاة كم وما هي واجبات الصلاة ثمانية وهي التكبير لغير الإحرام يعني التكبير لغير الإحرام هذا كما تقدم ركن وبعضهم يقولوا إنه شرط نعم تكبيرة الحرام تقدم أنها ركن لك الخلاف النية الخلاف النية والتكبيرات هذه واجب ولها ثبت حليه من موسى في صحيح مسلم إذا ركع فاركعوا ولا يعني كما في حليه أمر في حليه موسى أنه عند الركوع وكذلك عن السهل إذا ركع فكبر فاركعوا وكبروا وإذا سجد سجد وكبر فكبروا واستجدوا أمر بالتكبير مع السجود دل على وجوبه وهذه التكبيرات تكبيرات الانتقال قول سمع الله الحميد أهل الإمام المنفرد إذا قال الإمام سمع الله الحميد فقلوا ربنا ولك الحمد وهكذا هذا للإمام والمنفرد أما المأموم فيقول وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد الإمام والمأموم والمنفرد يقول ربنا هذا يعني الإمام المنفرد والإمام يقول سمع الله الحميدة في حال انتقاله ربنا لك الحمد في عائلة ذاله المأموم يقول في حال رفعه يقول ربنا ولك الحمد ثم يكمل الدعاء بعد ذلك وقال سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع هذا جاء في حديث المسعود وفي حديث عقبة ابن عامر ذلك جاء في حديث حذيفة في تسبيح عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما أيتم نصلي وإن كان يتعلق بالرؤية لكن يدخل فيه عموم صفة صلاة عليه الصلاة والسلام وقال سبحان ربي عام مرة في السجود الواجب مرة وما زاد فهو تذوعه أفضل وقال رب اغفر لي مرة رب اغفر لي مرة بين السلتين وهذا على القول يوجه بها وهم قالوا ذلك وفي الباب حديث حديث ذيفة كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وفي حديثة بن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وعزقني وفي بعض الألفاب عند ابن ماجهة ورفعني اختلفت الألفاب وهو عند أحمد وأبي داود التنمذي وابن ماجهة وحديثة حذيفة عند ابن داود كل هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وهم قالوا بوجوب والتشهد الأول والجلوس له والجلوس له وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد عبده ورسوله ولهذا لم يكن ركن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام ونسيه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ثم لما أراد أن ينتظر تسليمه سجد سجتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام فجبره بسجد السهو فدل على أنه واجب وليس بركن لأنه جبره بسجد السهو فجبره بسجد السهو لا يجبر الأركان بل لابد من إتيان به باب سنن الصلاة ما سنن الصلاة القولية السنن الصلاة القولية إحدى عشرة منها منها في الحاشي كذا في جميع النسخ منها إلا أنه عددها جميعها رحمه الله قال دعاء أولا دعاء الافتتاح وهو قول وهو سبحانك الله بحمدك وتبرك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك والاستفتاح ورد في أدعية كثيرة من هذا الدعاء واستفتاح منهم من قال بوجوبه وأظن قول أنه قيل بركن حكى شيخ الإسلام رحمه الله يراجع كلامه لكن لم يأتي دليل يعني صريح في هذا إنما هو مشروع ومتأكد وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حيث الجمع هدعية في الاستفتاح كثيرة والتعود أعوذ بالله من الشيطة الرجيم والبسملة هو قول آمين بعدها الفاتحة لكن الواجه هو الفاتحة هو الفاتحة من الحمد لله رب العالمين والنبي عليه الصلاة وفي الحديث القدسي حيث يورينا قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصفين فإذا قال العبد الحمد لرب العالمين قال الله حمد عبده فبدأ بالحمد دل على أن البسمة ليست منها أما ما ورد عدوها من آيات حديثم سنوه حديثم وعيف عند الدار القطني وغيره وقراءة سورة من بعدها هذا أي ثبت في الصحيحين في قراءة عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا حيث سعيد الخدر عند مداوود قراءة ما تيسر في قراءة بعدها وهذا في الركعتين الأوليين والجهر بالقراءة للإيمان في موضعه في موضع الجهر ويكون الجهر للمأموم ويكره الجهر للمأموم ويخير المفرد بل إنه يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعل بعضكم خال جنيها وفي من رفع فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام ويخير المفرد والمفرد ينظر حاله ينظر حاله وخاصة إذا كان يصلي في الليل فرأى أن جهره أنشط له ففي هذه الحالة يقرأوا فيها حديث كثيرة ارفع قليلا اخفض قليلا كما قالها بكر وعمر عنده بداود فلهذا الأمر فيه شعه ولله الحم وقول الإمام والمنفرد وفي حد عيشة على قدر من يسمعه يعني من في الغرفة كما في حدثهم هانئ رضي الله عنها وقول الإمام والمنفرد بعد التحميد من السماوات ومن الأرض ومن الأمان شئت من شيء بعد وقول الإمام والمنفرد بعد التحميد ودعيها الوالدة في هذا كثير حديث من عباس وحديث من أبي أوفا وحديث سعيد الخدر كلها في صحيح مسلم وهي أطول من هذا وكلما قال هذا الذكر على وجه الكمال كان أتم كان أتم قول الإمام والمنفرد وكذلك على الصحيح المأموم تخصيص الإمام والمنفرد هذا موضع نظره الصحاب حتى المأموم داخل في هذه النصوص وما زاد على المرة في التسبيح الركوع والسجود وقول ربي أغفر لي وقول ربي أغفر لي كما تقدم في هذا لأنه ذكر الواجب وذكر الزايد أنه سنة والصلاة على آله في التشخد الأخير وهذا هو قول الجمهور ورواية وعنه رواية تجب الصلاة على آله عليه الصلاة والسلام وهو قول عند الشافية اختاره جمع منهم وهذا ينقض من نقل إجماع على عدم وجه الصلاة على الآل وظاهر الأخبار التي أمرت بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ذكرت الصلاة على الآل فإذا كانت الصلاة عليه تجب في حديث واحد في حديث أبي مسعود حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام كلها دلت على هذا فلا فرق بينهما لكن هذا هو المشهور في المذهب كما تقدم كذلك في حديث كاب بن عجرح جاء الأمر بهما الحديث أمش صحيح مسلم قال رحمه الله والبركة والبركة عليهم وبارك على محمد على آل محمد أنه كذلك والحديث ورد بهذه جميعا صيغة واحدة والدعاء على التشهد الأخير لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عليه وقال فم يتخيل مسأتي ما شاء فم يتخيل مسأتي أعجبه إليه وثبت الخبار الصحيحة في تعوله عليه الصلاة والسلام وفي أمره بالتعول بفتنة المحيا والمات بفتنة المسيح الدجار ومذاب القبر ومذاب النار هذا ورد حديث هريرة ورد حديث عباس ورد في حديث عائشة وجاء الأمر بذلك كما في صحيح مسلم ما سنن الصلاة الفعلية سنن الصلاة الفعلية كثيرة تسمى الهيئات يعني هيئات الأفعال هيئات الصلاة الفعلية منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وهذا سنه ولعل بعض العلم قال بوجوبه لكثير بأخبار متواترة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوب عند الرفع منه وكذلك على الصحيح عند الرفع من التشاخد الأوسط خلافا للمذهب وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرّة حالة القراءة وكذلك وضع اليدين هذا مشروع والمذهب تحت السرّة قول الثاني يكون فوق السرّة وقيل عند صدره والأخبار بهذا أثبت والنظر إلى موضع السجون لحديث عائشة رضي الله عنه عند ابن حبان والحاكمان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة قالت فما خلف بصره موضع سجل حتى خرج منها وقد صلى فيها عليه الصلاة والسلام بركعتين استثنب وهذا الحديث فيه كلام لكن جاء ما يدل عليه جاء ما يدل عليه وجاء أيضا أنه عليه الصلاة ربما نظر أمامه وهذا هو مذهب المالكي وظاهر اختيار البخالي رحمه الله في صحيحه وجاء في حديث وائل بن حج في حديث عدل الله بن الزبير عند أبي داود أنه في التشخد رمى ببصره إلى سبابته وليستثنى بعض العلماء النظر في حال التشهد فقالوا في حال التشهد ينظر إلى السبابة في غير حال التشهد ينظر إلى موع سجوده على قول جماهير العلماء وتخفيف الصلاة إن كان إماما والنبي عليه الصلاة أمر بالتخفيف وكان يخفف قال أدخل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي وخفف مخافة أنا شق الأمة وفي لفظ أيضا في حديث أنس لما أعلم من وجد أمه به وفي أيكم أم الناس فري وخفف الحديث في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة حديث هريرة وحديث جابر في قصة معاذ رضي الله عنه وكذلك حديث عثمان من أبي العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام القومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذن لا يأخذ على ذانه لا يأخذ على ذانه لا يأخذ على ذانه أجرا قال واقتدي بأضعافهم وإطالة الركعة وإطالة الركعة الأولى عن الثاني وهو ثابت صحيحا عن أبي قتاد رضي الله عنه والتفرق بين القدمين شبرا حال القيام وهذا القيد وإن كان لم يذكروه لكنه يكون حال قياه المعتاد أثر غالبا أنه يكون بهذا القدر القريب منه فلا يفرج بينهما ولا ينسق بينهما ليكون قيامه معتدلا ومتفقا يوافق أعلى بدنه أسفل بدنه وحتى إذا كان في الصف يكون الصف ليس فيه فرج حين يفرج بين قدمين فإن الأكتاف تتبعد وقبض الركن ولكن هذا عراج سواء كان يصلي في الصف أو كان يصلي وحده وقبض الركبتين باليدين حال الركن وهذا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وحليهم مسعود أنه فرج بين أصابه عليه الصلاة والسلام وأن يكون رأسه مساويا لظاهره أيضا كذلك وكان إذا ركع لم يشخص ولم يصوب عليه الصلاة والسلام ومجابهة العضودين عن الجنبين والبطن 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 والفخدين أم مجابهة العضودين عن الجنبين فهذا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبسط أحدكم يديه بسطى الكلب وقال فضع كف هذا في حديثه من أجس في حديثه براء بن يعاج فضع كفهيك وارفع من فرقيك في حديثه ميمونة لو أن بهمة مرت لجازت إلى غير ذلك في حديثه بداود أنه في الصحيحين أيضا أو في الحديث الصحيح أنه خوى عليه الصلاة والسلام يعني وهو رفع يعني الأسفل عن الساقين عن الساقين رفع وساطه عن الساقين فلا يجتمع كأنه كومة لحم وكذلك أيضا كان يرفع بطنيه عن فخذيه والتفريق بين الركبتين وضع ليدين حذاء المنكبين في السجود وكما أنه يضعهما حذاء المنكبين حالى التكبير أو حذاء ذو الذنين وكذلك أيضا في السجود يجوز هذا وهذا وكله ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وضع يدين على الفخذين وسطتين مضموتي لأصابع في الجلوس بين السجتين وفي التشخد وهذا هو الأكثر في الأخبار مضموة لأصابع جاء في بعضها عند صحيح مسلم ما يدل على أنه بسطها لكن الأخبار الأخرى دالنا على أن هذه دواية مطلقة قيلة ألفاظ الأخرى وأنه ضمها لكن اختلف في صفة الضم كما رأيك في الروايات الصحيحة صحيح مسلم جاءت من حديث عبد الله بن زبير ومن حديث عبد الله بن عمر وجاء رواية أخرى أيضا من حديث العلم من حديث وائل من حجر ويقبض الخنصر والبنصر من اليمين ويحلق ويبهامها لحد الصفات مع الوسطى ويشير بالسباب ويشير بالتشاهد عند ذكر كل جلالة إلى غير ذلك مما هو مذكر مطورات والأظهر والله أعلم أنه يشير بالأصبع لشارة بالأصبع جميع التشهد هذا هو الأظهر والله أعلم لشارة في جميعها وبعضه جاء في الرواية أنه في حديث والحجو حركها يدعو بها والحجو حركها يدعو بها والحجو حركها لا يحركها باب سجود السهو ما حكم سجود السهو ما كيفيته سن سجود السهو إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محله وإن سهوا كان يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده أو يتشهد في حال القيام كذلك لحليم مسعود إذا نسي أحدكم فليس سجتين فليس سجتين وهو جالس وفي لفظ لزاد الرجل ناقص فليس سجتين وكلهما وكل اللفظيني في صحيح مسلم ويباح إذا ترك مسنونا وهذا فيه نظر والأظهر الله أعلم أنه إذا ترك مسنونا يشرع سجود السهو لأن الحديث واحد ولم يفرق بين هذا وهذا في حال الترك وفي حال اتيان بقول غير مشروع في غير محله ويجب إذا زاد ركوعا وسجودا أو قياما أو قعودا ولو قد رجالسة الاستراحة أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا سهوا وشك في زيادة وقت فعلها في هذه الحالة إذا شك في زيادة فإنه يبني على اليقين يبني على اليقين ويسجد للسهوة شك فيها قام إلى الصلاة شك عليه الثالث والرابع بنع اليقين ثم يسجد وكيفيته أن يسجد سجتين إما بعد الفراغ يقول إما بعد الفراغ تشاخد وقبل السلام وإما بعد السلام لكنه يتشاهد التشاخد الأخي ثم يسلم وهاتين الصفتان ثبتت فيهم الأخبار تالت يكون السجود قبل السلام وتالت يكون بعد السلام ويكون بعد السلام في حالتين إذا زاد في صلب صلاته أو بنى على غالب ظنه وما سوى ذلك فكين وكل السجود بعد قبل السلام هذا هو قول أحمد رحمه الله وهو الذي هذه ثبتت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام باب مكرهات باب مكرهات الصلاة ما يكره في الصلاة المصلي يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة فيما تسن فيه السورة اقتصاره على الفاتحة فيما تسن فيه السورة بعدها لأنه خلاف هده عليه الصلاة والسلام الدائم فإنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من المفروضات يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة كمحديث صحيح عن نبي قتاله وكذلك جاء الأمر حديث يبي سعيد الخدري وما تيسر عند أبي داود وتكرارها تكرار الفاتحة وقالوا إنها تكره بخلاف تكرار ركن الفعلي يبطل إذا فعله عمدا تكرار الفاتحة جمهور علماء أنه يكره منها العمان قال إنها كالركن الفعلي تبطل به لكن هذا فيه نظر لكن خلاف السنة خلاف هذه عليه الصلاة والسلام تكراره الفاتحة لكن قد يقال لو أنه كرر آية من الفاتحة يعني لنعيضه والاعتبار قد يقال لا بأس به لدخوله فيما جاء من دلة في أنه ربما كرر آية عليه الصلاة والسلام والتفات في الصلاة بلا حاجة والتفات في الصلاة بحاجة إذا كان يعني بعينيه وكذلك قالوا إذا كان بوجهه وقالوا ما لم يلتفت وبعضها العلم قالوا إن التفت في الصلاة يحرم إذا التفت بوجهه إنه لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك وإذا انصرف بوجهه تماما وصدره عن القبلة بطلت صلاته من باب أولى إذا انصرف بقدميه لغين قبلة فإنه يكون غسليا لغين قبلة فتبطلوا صلاةه وتغميض عينيه لأن الصلاة المشروع لكل عضو حظه من العبادة فالسنة هن يفتح عينيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال الهاتم عن صلاته ولم يذكر أنه أغمض عينيه وورد في حديث أن هنا عن تأميض العينين عند طبراني في معاجم الثلاثة من طريق ليث من أبي سليم عن ابن عباس والحديث ضعيف لكن القيم رحمه والله يقول إن كان فيه اجتماع لنفسه وحصول خشوع لهم وأنه لا يجتمع إلا بهذا فإنه يكون لا بأس به وأنه أقرب إلى مقاصد الشرع وأصول الشرع هذا ما ذكر رحمه الله في زاد المعاد ونعلم من قال إنه يجتهد في حضر صلاته ولا يغمض عينيه ولا يغمض عينيه وحمل مشغل له لأن ذلك يشغله عن صلاته والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لا شغل فلا حاجة يشتغل بشيء آخر ويكون مفوتا لبعض المقاصد المشروعة في الصلاة فينبغي أن يحذر من حمل شيء يشغله في صلاته إلا لأمر إلا لشيء يحتاجه يحتاجه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حمل وممه رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن صحابه وافتراش ذراعه ساجدا لأنه قال لا يبسط أحدكم من ذراعه بسط الكلب وحدي ببرا من عايز ضع كفيك وارفع مرفبيك هكذا قالوا قالوا إنه يكره والقول بالتحريم قول قوي خاصة أنه جاء الأمر وفيه نهي عن تشبه بالحيوانات وإذا كان النهي عن تشبه الحيوانات مطلقا في غير الصلاة فالنهي عنه الصلاة يكون آكد فالقول بالتحريم مع العلم قول ظاهر قوة والعبث لأنه الصلاة شغل وإذا كان يعبث بلحيته يعبث بغترة مثلا وعبث لا يخرجه عنها حال الصلاة فهذا مكروه في الصلاة لكن إذا كثر العلم يأتي كلامه رحمه وفيه والتخصر يوضعه على خاصرته والنبي نهى أن يصلي الرجل المختصر ونهى عن اختصار الصلاة وحديث صحيح بلافظين وجاء من حديث ابن عمر عند أبي داود النبي عليه أنه صلى إلى جنبه رجل فقال فوضعه على خاصرته فنهى وقال هذا هو الصلب ونهانا رسول الله وحديث صحيح والتمطي يعني التمطي والتمغط والتمدد ولا شك أن هذا قد يخرجه عن حال استقامة صلاة ويحصل به الكسل والضعف وقد يذهب الخشوع قد يحصل إخلاله من بعض السنان الفعلية وفتح فمها أيضا وضع شيء فيه يعني وضع شيء في فم يعني لم يبتلعه واستقبال صورة واستقباله شآله متحدث ونام لأن من هذه تشغل تشغل ورد في حديث النهي عن الصلاة عنها متحدث في حديث عند أبي داول عن عباس لكنه ضعيف لكنه مأخوذ من المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام أمر قال اميطي عنا قرامك اميطي عنا قرامك لأجل هذا المعنى وما أشبهه فهم مثله ونار وأن صلاة إلى النار مكروها ومنه من حرمها ومنه مفرق بين النار إن كانت موقدة تشبه ناره المجووس فيحرم وإن كانت لا هذه النار مثل ما يحتاج أو يحتاج ليه كالمدفأ في أيام الشتاء أو يكون شيئا مهما موضوع لحاجة ولم يكن كالنار التي يتعبدها المجووس فهذا لا يضر إذا كان عن حاجة أما إذا كان غير حاجة فذكروه في المكروهات وما يلهيه كما تقدم كل ما يلهيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إني نسيت عن آمور كانت تغطي قرأ الكبش فإنه لا ينبغي يكون في قبلة وصل لشيء يقول عليه الصلاة والسلام ومس الحصى إلا واحدة كما حليه معيق من أبي فيا خاطمة الدوسي رضي الله عنه مسحة واحدة للحصى ورد في أخبار في فضله عند أحمد من حي جابر وأن لك بها مئة ناقص سود الحدق وتسوية التراب بلا عذر أما مع العذر فهو مثل تسوية الحصى والتروح مروحة يكون عنده مروح من شدة الحر يعني يتروح بمروحة تروح بمروحة فهذا مكروه لكن لو اغتم مثلا في هذه الحالة إذا اغتم في هذه الحالة يزيل ذلك بوترته أو شيء يسير لأشغل فارقعة الأصابع كذلك لأنه يعني من العبث المني عنه مسلحيته كف توبة والنبي نهى عن كف التوب عليه الصلاة والسلام ومتكثر ذلك عرفا بطلة الصلاة لأنه في هذه الحالة يخرج عن هيئة الصلاة فلا يكون مصليا فتبطل بذلك وسيأتي باب مطلعات الصلاة إن شاء الله في الدرس اللي بعد أسألوه سبحانه وتعالي ولكو التوفيق والسلاة والعلم النافع والصالح أمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة